تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية هنا من مدينة دير الزور الصامدة حيث نرافق وحدات الجيش العربي السوري في الخطوط المتقدمة على الجبهة ومن أحد المناطق الحصينة هنا المرتفعة والتي سيطر عليها الجيش العربي السوري طبعا بنظرة عامة على المنطقة التي حقق فيها في العشرين يوم الماضية تنظيم داعش الإرهابي خرق باتجاه الأحياء الغربية من المدينة وحاول الفصل بين مطار دير الزور العسكري وأحياء هرابش والامريعية والصناعة وأيضا لواء التأمين التي تقع هذه المنطقة في اليمين في عمق الصورة هذه التلال هي المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بشكل استطالة ابتداء من جبل الثردة باتجاه الأحياء الشرقية من المدينة التابعة أيضا لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي هذه المنطقة تمتد بحدود 3 كيلو متر عرض إلى 4.5 كيلو متر بالطول حاول تنظيم داعش الإرهابي والهدف الأساسي لهذه العملية هي محاولة وصل بين الأحياء التي يسيطر عليها داخل مدينة دير الزور وفتح خط إمداد له من جبل الثردة ومن ثم نقل التعزيزات إلى مدينة دير الزور ونقل الحرب بشكل عام إلى الأحياء التي كانت يسيطر عليها داخل مدينة دير الزور في العمق تبدو الأحياء التي أيضا تسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وأيضا إلى اليسار قليلا الأحياء التي تسيطر عليها الدولة السورية والجيش العربي السوري إلى اليسار تبدو في الصورة عموما هذه هي المنطقة تبدو أيضا في الوسط في هذا الطريق الذي يبدو في الوسط هي منطقة المقابر التي شكلت خرقا من قبل تنظيم داعش الإرهابي لوصل الأحياء كما قلت ومحاولة فتح طريق إمداد وقطع بين مطار دير الزور العسكري وأيضا المدينة منطقة المقابر خصوصية الحرب فيها أن تنظيم داعش الإرهابي استقتل للسيطرة على هذه المنطقة كون كل قبر منها هو يعتبر كدشمة أساسية معظم الحرب التي تدور الآن في هذه المنطقة التي تقدر تقريبا ب13 كم مربع هي حرب قناصات ليلية بعد الخامسة مساء دائما يستعمل تنظيم داعش الإرهابي عدد قليل من المقاتلين يتحصن في هذه القبور وأيضا يعتمد على قذائف الهاون إضافة إلى الطيارات المسيرة التي تحاول دائما استهداف الآليات تابعة للجيش العربي السوري بالمقابل خلال العشرين يوم الماضية تمكن الجيش العربي السوري من استعادة مبادرة الهجوم على هذا المستطيل الذي سيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي وحوله هو بدعم ناري من سلاح الجو الروسي والسوري هذه المنطقة إلى منطقة كمين ناري أو جيب قتل حسب المعلومات الميدانية والمصادر الميدانية حتى تنسيقيات أو الصفحات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي اعترفت بعدد القتلى والذي وصل خلال عشرين يوم إلى ألف وأربعمائة إرهابي ستمائة فقط هم من منطقة المحسن كان هناك اجتماعات مكثفة لتنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام الماضية في محاولة لاستعادة مبادرة الهجوم لكن تكتيك الجيش العربي السوري استعمل إخلاء المنطقة وسحب العناصر تمهيدا لضربات نوعية من سلاح الجو وهذا ما أوقع تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة الوقعة الجغرافية التي أمامنا أوقعه في جيب ناري الآن بدأ الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية باستعادة المبادرة والهجوم على نقاط جديدة أيضا حامية المطار من الجهة الشرقية أيضا تقدمت إلى نقاط جديدة في منطقة لواء التأمين بينما استعادة الجيش العربي السوري المنطقة الأعقد وهي منطقة المقابر استعادة تقدم فيها إلى مناطق حصينة وتمكن من السيطرة على الدشم وأيضا يمهد ناريا وتسمع أصوات اشتباكات من بعيد للسيطرة على باقي المناطق والتلال التي تشرف ناريا طبعا القوات بشكل عام تتقدم في هذا المستطيل الذي تحدثت عنه والذي تبلغ مساحة عرضه بحدود 3.5 كيلو متر عرضا تقدمت إلى منطقة جيدة رغم ضراوة المعارك وكما قلت القنص وقذائف الهاون والإعماء الناري حتى الطيارات المسيرة إلا أن هناك وحدات نخبوية من الجيش تقدمت إلى المناطق وسيطرت على بعض التلال لكن المعركة كما قلت هي بطبيعة الأحوال معقدة وتحتاج إلى تركيز عسكري وجهد عسكري كبير لإعادة فتح الطريق إلى مطار دير الزور وتأمين كامل هذه المنطقة الحيوية والتي كانت يمر فيها طريق الإمداد إلى مدينة دير الزور بشكل عام الأمور تتجه خلال الأيام القادمة إلى التحسن في منطقة دير الزور وأيضا هناك كما قلت ضربات نوعية دائما لسلاح الجو في الجيش العربي السوري وأيضا لسلاح الجو الروسي في استهداف معاقل تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة التي تحولت بعد الخرق إلى جيب ناري وتم قتل عدد كبير من المجموعات الإرهابية المسلحة وخسائر كبيرة بالمقابل لتنظيم داعش الإرهابي من هذه المنطقة كنت معكم أنا ربيع ديبي ومن خلف الكاميرا نزيه منصور من مدينة دير الزور الصامدة